ترى بكل ما تضم المنتخبات دي من أسماء كبيرة جدا لكن استطاعوا أن هم يفردوا إقاحهم استطاعوا أن هم يبينوا شخصيتهم ما بفتكرش المباراة لجأ فيها الأسبان مثلا للدفاع ومحاولة خطف هدف كل مطشطهم بيلعبوا بنفس أسلوبهم أين كان مين الخصمة أو مين المنافس أو اسم المنتخب أو اسم النجوم اللي موجودة في الملعب قدام صحيح طبعا بص منتخب أسباني أنا دائما بحب أربط الكرة الأوروبية بالكرة المصرية في الأوقات اللي احنا بنكون ماشيين فيها كويسة هو أي جدا يعني بس أقولك على حاجة يعني هي الفكرة مش الفكرة الشاملة مش الفكرة العامة لأ نقط معينة يعني دي لفوينتي مصر مدرب منتخب إسبانيا هو كان مدرب منتخب الناشئين بقاله عشر سنين بيعمل في منتخبات إسبانيا عشان كده هتلاقي اسمه مش رائع قوي عند الناس مضربش في الليجة درب منتخب شباب إسبانيا درب المتخب أوليمبي لما قابلنا في أولمبياد توكيو جيل بتاع شوي غريب المنتخب بتاع الشباب ومنتخب بتاع المتخب الأوليمبي طلع منه رودري طلع منه أونيس سيمون طلع منه أولمو طلع منه سبيوس طلع منه عدد من اللعيبة اللي أصبحوا النهاردة هم القوام الأساسي للمنتخب الأول هو فكرتني بتفصيلة كده عندنا في مصر عملناها بالصدفة وجات كويسة وده من هنا ننجح وقت حسن شحاتة وشوي غريب مين أكنها كانت بالصدفة؟ ما عرفش يعني أصعد ما تقررتش ما تقررتش تاني وقت حسن شوي غريب 2001 وكان معه جيل حسام غالي ومحمد شوقي وجيل اللي خات ثلاث العالم بركاء جيل حسن شحاتة عماد مدعب بقى وعمر زاكي وشريف إكرامي ومحمد عبداللهاب الله يرحمه جيل برضو العظيم ده الجيلين دول هم اللي عملوا جيل حسن شحاتة وشوي غريب لما مسكوا المنتخب الأول سنة 2005 وقدروا يسيطروا على قارة أفريقيا ويقدموا أمتع قورة في الوقت ده واستفادوا طبعا من وجود مانو الجزية طبعا في نادي الأهلي وأحسن فترة لنادي الأهلي هو ده الربط اللي أنا حاولت أفكر فيه أنه فكرة وجود المدربين ذات زوات الخبرة في التعامل مع الناشئين لما بيجبروا كمان مع نفس اللعيبة في المنتخب الأول بتشوف أداء هايل وداء محترم جدا زي اللي النهاردة قدمته أسبانيا أسبانيا كمان كان عندها جرأة أنها تقدم لمين يمال في بطولة كان الوقت البعض خايف من أنه لمال عنده كامل سوعة شهر سنة هل يكون عنده من الجرأة والخبرة الرجل ساهم في خمس أهداف في البطولة نيكو ويليامس واحد وعشرين سنة النهاردة تشيلسي باشلونة بتخانوا عليه فكان عنده من الجرأة أنه يتعامل مع البطولة دي بلاعبين كمان صغار في السن بجانب اللاعبين اللي ساعدهم معا من منتخبات الشباب والمنتخب الأولمبي أسأل عبدالقادر هل ممكن كابتن حسام حسن أو منتخب مصر الأول يستفيد من تجربة منتخب أسبانيا ما بعد